وحول أبرز ملامح العلاقات المصرية السعودية نتابع هذا العرض مع زميلة فاطمة خليل أهلا بكم القاهرة والرياض قصة علاقة ذات طابع خاص وقوة استثنائية علاقات تتسم بالمتانة والاستمرارية وتحضى بالتطور المستمر على مر التاريخ وخلال السنوات الماضية شهدت العلاقات المصرية السعودية زخما كبيرا إنوانه الأخوة وقوامه المصالح المتبدلة ووصلت لحد الشراكة الاستراتيجية محطات عديدة تدخل بها ذاكرة العلاقات بين القاهرة والرياض جعلت منها نموذجا يحتذى به في شتى المجالات فعلى الصعيد السياسي تتوافق رؤى البلدان حول مجمل القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة فالتحالف المتوازن بين مصر والسعودية يقوم على رفض كل التدخلات الإقلامية في شؤون الدول العربية كما تدرك الدولتان أنهما ركيزة العمل العربي المشترك ومصدراء القرار في المنطقة ومظلتا حماية الأمن الإقليمي العربي هذا وتتطابق وجهات النظر بين القاهرة والرياض على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف من واقع التزام مصر بدعم أمن الخليج واعتبار السعودية أن المساس بمصر هو مساس بالأمن العربي ككل وفي هذا الإطار تجلت جهود تعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي من خلال إجراء العديد من التدريبات المشتركة للارتقاء بالقدرات العسكرية للبلدين مثل درع الخليج والنجم الصاطع وآخرها تابوك خمسة الذي يعد واحدا من أكبر التدريبات المشتركة بين البلدين أما على صعيد الاقتصادية عززت العلاقات التجارية الضخمة التي تربط بين مصر والسعودية أفاق التعاون بينهما فوفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة تعد مصر ثامنة أكبر مستقبل للصدرات السعودية بإجمالية تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى سبعة مليارات وخمسة مئة مليون دولار كما تعد السعودية ثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تخطط ستة مليارات دولار بينما بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في السعودية نحو مليار واربعمائة مليون دولار بنهاية عام 2020 وبحسب اتحاد الغرف التجارية في السعودية يعمل في السوق المصري ما يقارب من ستة ألاف شركات سعودية بينما يبلغ عدد الشركات المصرية المستثمرة في المملكة حتى نهاية عام 2020 نحو 1200 شركة يأتي ذلك تتويجاً لاستراتيجية مجلس الأعمال المصري السعودي وفي أكتوبر الماضي وقعت مصر والسعودية عقودة ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين وهو مشروع تاريخي تبلغ تكلفته نحو مليار وستمائة مليون دولار يستهدف تبادل ثلاثة ألاف ميجاواط ليصبح نواتاً للربط الكهربائي العربي ويمهد لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء وتواصل القاهرة والرياض دفع عجلة التعاون بينهما لتشمل كافة المجالات ليقى الطلاق المصري السعودي عنوان العمل العربي المشترك والاتحاد الإقليمي الفاعل في المنطقة اشتركوا في القناة